سفير معصوم مرزوق اللي النيابة بتحقق معاه الآن العضاية فيها جانب قانوني تحقق فيه النيابة لأن فيها جانب متعلق بتمويلات وهنا على طول فيه جانب تاني بقى الجانب التاني الحياة لما السفير معصوم مرزوق يخرج عن مظلة 306 اللي يرتمي في أحضان الإخوان هذا هو الخطر يعني كل الناس يمكن أنها تعارض تطالب حتى يعني فيه ما هو السفير معصوم مرزوق يطالب برحيل الرئيس هو ضد النظام ولديه مواقف واضحة كثيرة لكن القضية هنا أول ما يبقى المعارضة تتحول إلى تحالف مع الإخوان تحالف واضح يعني هو نفسه لو شفته اللقاءات اللي أجراها السفير معصوم مرزوق فيه قنوات سواء مكملين أو الشرق أو غيرها هتلاحظه حتى يسأل طيب الأسئلة يعني وفاجأ بأنه يسأل السفير معصوم مرزوق طيب الإخوان هنعمل فيهم إيه فيه هذه المبادر فيقول والله أنا هنطالب بمحاكمة عادلة للإخوان طيب الرئيس المعزول محمد مرسي هل يمكن أن تتضمن المبادرة يعني عودته فهو يقول والله لا أنا في المبادرة تحدثت عن إنه كل من تولى مناصب يعني فيه السنوات الأخيرة منذ 25 يناير لمدة 10 سنوات لا يتولى أي مناصب لا الرد هنا يجب أن يكون الرئيس المعزول محمد مرسي كان رئيسا لميليشيات إرهابية وجماعة الإخوان جماعة إرهابية لأنه ده كان خطاب الطيار الشعبي وخطاب السفير معصوم مرزوق في وقت 36 وده كان الخطاب يعني لكن يبتدي الحديث عن إن مش هتلوه فيه جملة واحدة ولا عبارة واحدة على إن جماعة الإخوان هي جماعة إرهابية ويتم التعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية لأنها فصيل سياسي يمكن إدخاله فيه مبادرات من هذا النوع يعني زي ما قلتلكم فيه جانب قانوني إن فيه القضية فيها تمويلات من شركة المدينة للتجارة والمؤولات وفيه جانب كمان متعلق ببعض الشخصيات همزة الوصل في هذه القضية رأفة كمال عبداللطيف هو همزة الوصل وحامل التكلفات المختلفة طبيعي لما كنت تشوف طرح المبادرة في حد ذاتها حلص هي مبادرة يعني أنا بأعتقد أنها ربما تموت قبل ولادتها لكن الجوانب القانونية المتعلقة بقى بالتحالف مع جماعة إرهابية بأنه يمكن أن تتحول جماعات سياسية إلى جسر الإخوان فشلوا لعبور الإخوان من جديد إخوان فعلوا كل شيء وفشلوا لجأوا لضغوط دولية حاولوا أن يقلبوا المجتمع الدولي على مصر ويلعبوا في علاقات مصر الدولي وعنينا من ذلك لمدة عام يعني إلى أن اكتشف المجتمع الدولي كله أن ثورة 30-6 ثورة شعبية وأن هذا النظام يستمد شرعيته من ثورة شعبية خرج الشعب المصري بالعائلات في مشهد لا يمكن أن ينكره يعني عاقل يعني وبالتالي هنا عنينا شوية من فكرة بقى اللعب بورقة الضغوط الخارجية وتقليب المجتمع الدولي فشلوا كان مع ذا كان متزامنا مع ذلك اللجوء للإرهاب عمليات إرهابية في كل مكان لإسقاط مؤسسات الدولة بالإرهاب فشلوا بدأوا يعتقدوا أن العصف على وطر المشاكل الاقتصادية والمعيشية ممكن يوقع المؤسسات ويؤلب المواطنين فوجدوا أن الناس تتعامل مع هذه المرحلة على أنها يمكن أن تتحمل معيشيا واقتصاديا لكي تجني الثمار مستقبلا فشل فبدأ هنا يعني العبور على جسر بعض القوى السياسية المحسوبة على ثورة 30-6 والفيصل عندي دايما نقول مظلت 30-6 لا يجب لأن الحقيقة اللي ضد 30-6 هو الإخوان وحلفائه 30-6 ببساطة شديدة خلصت مصر من فكرة دولة الميليشيات لاستخدام السياسي للدين وما خلصتش مصر فقط خلصت المنطقة كلها كانت فصائل الجماعات المتطرفة وما تسمي نفسها الإسلام السياسي كانت حتخذوا المنطقة كلها لو تمكنوا من مصر الفيصل عندك هو مظلت 30-6 إنما إن يبقى فيه تحالف كان واضحا حتى قبل القضية القضية الأخيرة هي قضية تحقق فيها النيابة فيها أدلة متعلقة بالتمولات والاتصالات لكن حتى في الخطاب السياسي فكرة الانفتاح على جماعة إرهابية بهذا الشكل والتحاور معاهم إلى حد أن الإخوان لما اختلفوا لما تشوفوا بعض الحوارات اللي كانت موجودة فبدأ فيه جزء من الإخوان يقول لك والله إزاي أنتوا كده تخليتوا ده المبادرة ما فيش فيها عودة مرسي أنتوا تخليتوا أنتوا بعتم محمد مرسي بهذا الشكل فيبتدي بعض الناس سنة يطلع لهم مين قال كده ده هي المبادرة هي بمثابة خطوة أولى للتخلص من هذا النظام هكذا يتخيلوا يعني يعني فيقول لك إيه يعني افتحوا الميادين هي فيه ثورة تنتظر فتح ميادين أنت لو معاك إرادة شعبية مش هتقول لنظام أو لسلطة افتحوا الميادين علشان إنما ما فيش إرادة شعبية هي عائلات إخوانية متبقية بالإضافة إلى من يتحالف معهم يعتقدوا أنه فيه إمكانهم اللعب على وطر تهييج الناس من جديد لكن المشكلة في أنه فيه قوة مدنية هي جزء من تحالف تلاتين ستة وجزء من نظلة تلاتين ستة تتحدث عن جماعة الإخوان الإرهابية لأنها فصيل سياسي وتبتدي تتكلم عن جماعة الإخوان بأن المشكلة مع الإخوان مش قضية الإرهاب لا ده بتكلموا على أن والله إحنا هنطالب بمحاكمات عادلة طبعا لا يستطيعون أن يقول أنه هنطلعهم من السجون لكن ما هو الكلام ما هو ده معناه بقى الخطوة القادمة كده فيه أزانهم إنما فكرة أنك تتعامل مع جماعة الإخوان على أنها فصيل سياسي وليست جماعة إرهابية وتدي الإخوان فيه مناقشات يتكلموا عن طيب اللي مسجونين حتطلعهم إزاي فيه مبادرة أنا بقول أنها ماتت قبل أن تولت لأن أي مبادرة لا تحظى بإرادة شعبية وبزخم شعبي هي ميتة لكن مع ذلك الجانب القانوني تحقق فيه النيابة وفيه تمويلات شركة المدينة للتجارة والمقاولات وكان من الطبيعي أنك أول ما تشوف الخطاب السياسي للسفير معصوم وتجاوب الإخوان معه بهذا الشكل أنه الخطوة القادمة كيف سيتم تمويل ذلك كيف سيتم تمويل مبادرة من هذا النوع لتحويلها إلى عمل على الأرض بدخ الأموال والعودة من جديد إلى فكرة استخدام الناس من خلال طيار مدني الإخوان تشوفوا الوقت صفحات الإخوان توقفت عن رفع علامات فكرة إعادة الشرعية ومحمد مرس لأنهم وجدوا أن كل هذه الشعارات العقيمة لا تحظى بأي تجاوب شعبي اعتقدوا أنه بالتخلي عن هذه الشعارات أن القوى المدنية نفسها اللي هي حتى بعضها لا وجود له في الشارع حتى نضم إليه السقطة الكبرى هو الخروج من مظل الثلاثين ستة إلى الارتماء في أحضان الإخوان والحديث عن الإخوان على أنهم فصيل سياسي يعني أنت عارف حتى لو قال أن على جماعة الإخوان الإرهابية أن تمتنع تماما عن الحديث عن احتمالات دخولها في مبادرات من هذا النوع إنما لا حديث عن إرهاب الإخوان ولا عن أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية لا يتم الحديث عن أن ده فصيل سياسي و هنشوف كيف يتم التعامل مع المعتقلين من الجماعة يتحدث عن من تورطوا في الإرهاب على أنهم معتقلون و يبتدي الحديث عن جماعة الإرهاب عن جماعة الإخوان الإرهابية على أنها فصيل سياسي والخروج من مظلة 30-6 اللي جمعت